اول سؤال وصلنا سؤال بيقول فكرة شراء الذهب بنية ان فيما بعد سعره هيغلق وابيعه واكسب طب وايه اللي يضمن؟ يعني ممكن كواحد عادي اشتري ذهب وبعد ست سنين مثلا اسعار الذهب تقل واخسر هل هذا يشبه المقامرة؟ الجواب لا هذا ليس مقامرة لان الذهب ده سلعة امتى يبقى المشكلة عندنا؟ المشكلة عندنا اذا حصل حاجتين الحاجة الاولانية اذا كان الدبع بده سبايك فانا روح تبايعه بمثله غير متماسل وغير يد بيد لكن لو الدب ده مسوقات فدي سلعة خلاص المسوقات دي سلعة الاساور والحاجات دي بقت سلعة تدبع زي ما من غير اشكال المشكلة التانية ان انا ما قديش زكاة هذا الزهب فلو كان مصاغة لو كانت بتسأل دي الست فالفاته عندنا ان مصاغ الست ما لهوش ما لهوش ايه؟ ما لهوش زكاة طب اذا حصل الاتنين دولار لا لو كان الراجل هو اللي مشتري الدهب وبيطلع زكاته ايه اللي حاصل؟ فمسألة ببساطة خالص هذه تجارة حلالة كل السلعة اللي في الدنيا كل السلعة اللي في الدنيا الانسان هي يعني ايه التجارة؟ ايه تعريف التجارة؟ التجارة شراء وبايع بقصد الربح فانا هتاجر في الدهب حد في الدنيا قال ان التجارة في الدهب حرام سيشتري الدهب عشان ابيعه منتظرا فرق السعر مبين سعر الشراء وسعر البيع كل التجارة كده هل ده جائز؟ طبعا جائز مع التزام اللي بتعاد عن الربح بان انا ابيع دهب بدهب دهب بدهب مش المصاغ دهب بدهب بزيادة او مع تأخير طيب او ان انا ما قديز زكاة الدهب ده اذا كان الدهب ده ايه؟ مش في شكل مصاغ بتلبسه ست يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى ده جائز طب وده مش مقامرة؟ لا يا سيدي الناس فهم المقامرة غلط المقامرة هو المخاطرة وكل تجارة في الدنيا فيها مخاطرة طب انا لما اشتري قماش بص عشان بس تفهم القمارة هو مخاطرة لا تنبني على اي معلومات انا اشتريت قماش يلا تجاونا على الله انا ايش ضمنني ان الناس مش هتبطل تلبس القماش وهتلبس جلد ده ما ده احتمال تحتمال او ان النوع ده من القماش ما حدش هيشتري بعد كده احتمال تحتمال كل ده موجود في كل التجارة فالخطر المذكور ده خطر لا ينظر اليه ده انه خطر ماله خطر اصلا جزء من الاسواق ده ده اقول اقول حضرتك حاجة ان الخطر ده هو اللي بيعطي الاسواق معناها يعني بدون الخطر ده الناس مش هتدفع مش هتدفع السعر ده يعني انا لما اروح اشتري الكوب ده لولا خوفي ان الكوب ده ما لقهوش بنفس السعر ده او ما لقهوش خالص مش هشتريه ما هو موجود اما اجيبه بعدين لكن بيخلي السعر الكوب ده واتليه سعر حقيقي ان انا اخاف ان انا ما لقهوش تاني بنفس السعر ده او ان انا ما لقهوش فاروح اشتريه على طول وعشان كده جزء من مفهوم الاسواق جزء المخاطرة ده بس المخاطرة عندنا الورريسك ده عندنا في مسألة السوق ده جزء من عملية التجارة ام تتحول التجارة الى مقامرة اذا كان هذا الخطر فيه تلات شروط فيه تلات اوصاف الاول حاجة الخطر ده مش محسوب حاجة كده مش عارف ده يحصل ايه ولا لسه السوق بيتباع في قماش فانا لما اشتريت قماش لكن انا جبت حاجة ايه جبت حاجة محدش بيشتريها خالص ولا مهتم بيها خالص ولا هي نفعل حد فروح تشتريته بملايين مماليانة ايه ده ده عبس ده مخاطرة غير محسوب او ان انا ابعارف ان الحاجات دي فيه اخسارة كبيرة جدا 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 انا اخدها واقول اولا ايه مني وانا باخد الفلوس في عمل ايه على اني هيجيلي فلوس كده من كوكب تاني ده ايه ده او ان انا انا وبشتري الحاجة انا وبشتري الحاجة وعايز اعمل ايه وعايز لا اما جت يا اما راحت كلها اه ده كل ده يبقى مشكلة المقامرة هي الوقوع في ناهي الرسول اللي اللي صلى الله عن اضاعة المال ان اضاعة المال ماله ان المال يبقى في خطر في الغالب هيضيع المال اه انا كده يبقى عندي مشكلة لكن ان انا اشتري حاجة واستفيد بفرق السعر دي مش خطر خالص يوديني الى القمار يبقى ده جائز وليس فيه شي ده جائز وليس فيه ايه فيه شي اشتركوا في القناة